موسيقى إذن بفضل الحمد لله تبع التساقطات المطارية التي عرفتها منطقة يعني جهة العيون الساقية الحمراء الحمد لله انتعشت السجد التالي والبحارة التالية المتواجدة بالجهة والتي تبلغ سبعة عشر بين السجد التالية والبحارات التالية نحن الآن نتواجد بسد البوير الذي بني في إطار نموذج تنمو الجديد للأقليم الجنوبية الفين وخمستاش الفين وواحد الفين وواحد وواحد وعشرون بالنسبة لسد البوير انجزة سنة الفين وتسعتاش السيعة دياله تبلغ ستمية وستين الف متر مقعب ونسبة الملأ دياله الآن عشرة تبلغ عشرة في المياه أي ما يعادي ستة وستين الف متر مقعب الحمد لله هاد الكيمية ديال اللي تجمعت في هاد السد هذا ستعود لا محالة بالنفع للفرشة المائية بهذه المنطقة وكذلك على الساكنة لأن من بين أهدف هذه السدود هو إروع الماشية خلق نقطة مائية في الصحراء كذلك تغذية الفرشة المائية والحمد لله في جميع الأحوال ستعود بالنفع سواء على الطبيعة أو على الإنسان بالمنطقة ما شاء الله ما شاء الله يا الله زيدنا يا مولانا زيدنا يا مولانا نحمد مولانا ونشكروه علىها عاقبة هذا من الجفاف وهذا من اللي علف وهذا من التكارفيص وتكسار الوتات والمازوت والسررح وزيد وزيدلك شي عالم بها لهم مولانا وكسروا عنه مولانا الحمد لله واشكروا لها ربراً حامدينك هذا الخير جاء بالنوا مولانا الحمد لله حتى قد كل مماتل مجبور حسيان قامت لي في Tang Ngira انطافة ماتلوا خالقات كل شيء يا رب رانا حمدينك على الذي نعمل اللي عطينا مولانا وانطلب من عنده مولانا إن شاء الله يزيدنا من الخير ويزيدنا من الإيمان ويعطينا وعطيكم إن شاء الله حبوه ورضاه وهذا الحمد للله ترأي فيه هذا كان شوما إن شاء الله يمولانا هذا مولا الحمد لله خير ونفرحنا نحن عند من يجيب أصحابنا فرحو وإلما جاءت أصحاب كل شيء مقدش يغير الحمد لله مع ذا كامل راهم الحمد لله كانت الناس كانت متوفر لها لالأف الحمدين ربنا الحمد لله على هذه السحاب الزينة اللي انسحبت بها جماعة الدورة ونواحيها الحمد لله كاملة سحبة سحب زين هذا السحب الحمد لله لا ينفع ياسر منها لها الحية ولبل مولي كذلك الحمد لله تركتي يتربع الأرض وياسم المصارف اللي كانت على كاهل الفلاح الحمد لله ليتزاوزها بعد شوي وحتى أصحاب المراعي هنا تيصحاب المواشي عندنا الحمد لله هنا تيب جماعة الدورة أكثر من مئة حوش خاص بالغنم والماعز ولا يستنفعوا الحمد لله بهاي السحاب وحمد يا ربنا عليها وهذا يسمى الخير الحمد لله جماعة الدورة بقليم طرفية تلقات واحد تساقطات مطرية اللي هي مهمة هالتساقطات المطرية اللي غادي ترجع بالخير على الكسابة ككل والحمد لله هاد خير هاد تساقطات المطرية غادي تتاهم في تقليل استهلاك العلف بالنسبة للكسابة والكسابة الجماعة وكان شكر من هذا المنبر وزارة الفلاحة والصيد البحري على حساب توفرها توفير الأدوية لجميع الكسابة هالأدوية اللي كتساهم في تحصين الأغنام من الأمراض ترجمة نانسي قنقر